العزة والكرمة دايما موجودة عند المصريين ودايما موجودة نصب بعين المؤسسة العسكرية يوم تحرير سيناء حيفضل ذكرى خاصة في وجدان كلنا كل المصريين الانتصار اللي جسد أصالة الشعب وجسد بثالة الجيش المصري اللي فعلا قدر يعمل المستحيل عشان يرجع كل شبر من أرض سيناء عشان كده الدولة المصرية كانت دايما حريصة على معركة التحرير إنها تتحول لمعركة بقى تانية بشكل مختلف معركة بناء ومعركة تنمية شاملة في أرض الفيروس خلينا نرحب بضفنا في الستوديو سيادة اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق صباح الخير على حضرتك كل سنة وحركة ألف سحة وخير ربنا يديم الانتصارات والفرح علينا صباح الخير عليكم وعلى الشعب المصري وعلى قيادتكم صباح الخير يا سيدة اللواء نتمنى دايما لمصر الخير إن شاء الله اللهم عم سيادة اللواء نحن نتكلم على ذكرى غالية في نفوس كل المصر مهم جداً اللي احنا النهاردة نتذكر هذا اليوم حتى لا ننسى ونذكر الأجيال الحالية والمستقبلية أيضاً ببسالة المقاتل المصري والتضحية بكل ما يملك من أجل استعادة طراب هذا الوطن إيه أهم ما تتذكر في هذا اليوم؟ نا هو طبعاً أما تذكر اليوم ده يمكن أنا كنت قاعد كتيبة أياميها في السنة الثلاثة وتمانين في الأنطرة كنت قاعد كتيبة ده بات الفرق وكان التوتر موجود أن الإسرائيليين مش عايزين يعملوا مشاكل قبل ينسح بيه فكنت أنت بقى رافع درجات استعداد لك أنت ممكن تحارب اليوم ده وكان الجبهة كانت متوترة أكتر من حرب أكتوبر لأن عدم الالتزام يخليك أنت تكون راضع للموضوع طبعاً صحيح ويمكن الإجراءات اللي اتخذت يمكن هي اللي خلت الراضع في أنه من الجانب الآخر يستمر في تنفيذ الوعود الانسحاء والكلام ده فكان الواحد فاكر الفترة دي كانت فترة عصيبة على الإنسان بعد دي يعني أكتر من حرب كمان يعني الحاجة التانية أنت النهاردة بتبقى سعيد أنك أنت جزء من أرضك غالي عليك بترجع وسعيد أنا أكتر بالفكة الاستراتيجية الجديدة في التعامل مع سينة لأن سينة زمان كانت فكة الاستراتيجية فيها قاصر ليه؟ لأن أنت كنت بتعتبرها أرض عبور مش أرض إقامة يعني أرض عبور الفكة الاستراتيجية الجديدة هنا حريك بتكلم على المصارين اللي يعني خاضت فيهم الدولة المصرية لا ما نحاول لك بالتوازي تنمية وحرب بالضبط لا ده كمان الفكرة نفسها جات إزاي زمان أنت دايما بتمسك بالأرض أو بتحدد حدود المعارك بتاعتك والدفاع عن أرضها تبقى لحجم التهديد اللي عندك بتبيني على هذا الأساس فكان زمان من قامل حتى المصير الخدماء كان دايما التهديد بيجي من الشام طبع بعد الشام كمان فأنت كنت بتطلع بالجيش تقابل العدو في الشام ما تدخلوش مصر فبالتالي كانت سينة أرض عبور معنى كلا بتعبور منها من الصحراء والجبال دي عشان تحارب قبل العدو ما يجي عندك النهاردة بعد ما اختلف الموضوع وبقى التهديد موجود على حدود فلسطين على حدودنا الشرقية فأصبح التهديد مختلف فأصبح هنا الفكر لازم يختلف في الدفاع عن سينة ما بقيتش أرض عبور بقى لأ زي كنتون أرض قامة يبقى هنا الفكري استراتيجي في التنمية هيختلف كان زمان كنت بتعمل على قدر السكان النهاردة عايز تعمل على قدر الدولة إنها ممكن تكون موجودة باستمرار فعايز تعود تزود عدد السكان عايز تزود المشروعات القومية اللي ممكن تشنلها بالبشر أعتقد ده الفكر القائم عليه الدولة المصرية في الفترة الأخيرة إن كل السكان المصريين اللي موجودين في كل أطراف الدولة المحافظات الحدودية لهم نفس الحقوق ونفس الخدمات اللي موجودة في العصان أه بس أنت بتستعجل الأول على الجزء اللي هو التهديد فيه مباشرة لأن احنا في الأمن القومي عندنا دوائل أرض قومي فهما دايرة عندي دايماً هي اللي بتعمل المشاكل الدايرة الإخليمية وفيها الدايرة الفارعية الإخليمية المباشرة إيه الدايرة الإخليمية المباشرة اللي هي الدول اللي ليكي حدود معها تبقى هاي دي اللي حسن تحصل فيها المشاكل لو أنت بتبص حتى المصرحة العالمية تلاقي دايماً مشاكل تحصل بين الدول اللي فيها حدود مشتركة زي كرانيا وروسيا مثلاً ألمانيا وفرنسا زمان يعني تلاقي نايمة الحدود المشتركة هي بتاعها من المشاكل تادي دائرة الإخليمانة وبشرة ودي يبقى عليها التدرسات والفكر أكتر منها حاجتها وهنا كان أهمية وجود مشاريع مختلفة في أرض سينة بحيث أن احنا نبقى موجودين والناس قاعدة ومستقرة وآمنة تماما وفي نفس الوقت تكون جاذبة ما عمرك ما حتودي مشروعات ما حتودي بشر تغير الفكر بتاعت البشر في المكان وتزوديه إلا إذا وجدت له وسيلة معيشة وسكن وطرق صحيح ومية عايشة عليها وكهرباء اللي هي الحاجات الأساسية صحيح فانت بدأتي عملت ربطت سينة بالشبخة القومية لكهرباء بقى ما عايشة كهرباء بتقطعها كان زمان ما كانش فيه كهرباء في سينة قلص كانت طرق بسيطة تلات أربع طرق بورفايعين ويعني اتجاه واحد وخلاص نعني كده النهاردة عندك طرق كبيرة كان النفق هو نفق واحد ما كانش فيه نفق ده قلت بولي تابعة وستين ما كانش فيه نفق كمان ده انت كنت بتعدي سينة بتصريح صحيح الان كان لها معتبرها منطقة عسكرية مقفولة فبتعدي فها بتصريح فالنهاردة كل ده الفكرة ضايرة تماما بقى النهاردة فيه أربع أنفاء فيه كبر السلام فيه حوالي أربع أو خمس كباري من هائل السويس زيادة في الموضوع فانت لكل ما بتسهل عملية الانتقال كل انت ما بتسهل عملية إعادة تمركز الناس أو انتشارها مرة تانية الحاجة التانية المشروعات اللي بتعملها محتاجة بشر تروح فبالتالي بقى فيه الإقامة حتى موضوع استصلاح زراعي والاستصلاح السمكي المطارات كل ده كلام بيساعد على الناس تقدر تعيش مرتاحة نحن نحن نتكلم عن التفاصيل تقدر تغير في التركيبة السكانية أستأذر حضرتك خلينا نروح لكريم بيبرس زي منا موجود في العريش وحيعرفنا آخر فعاليات الاحتفال بالذكرى 41 لتحرير سيناء والعيد القومي لمحافظة شمال سيناء كريم صباح الخير عليك صباح الخير يا منا صباح الخير يا أحمد صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر وبصبح كمان بصبح على ضيفك الكريم سبت الله يا محمد خليني أخد من كلامكو برضو وأقولكو أنه فعلا يعني النهاردة عيد تحرير سيناء وتحديدا في العريش وشمال سيناء اللي شهدت يعني ملاحم كتيرة جدا 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 فيما يتعلق بيه التحرير الأرض تحرير الأرض سواء كان فيه 67 73 وصولا للمعركة الدبلوماسية الأخيرة وتحرير آخر شبر من أرض سيناء يمكن فيه كلام كتير كنا بنسمعه فيه قصص الخاصة بشمال سيناء وعيد تحرير سيناء ولكن أهمها التوقيت سيناء خدت وقت كتير جدا وما كانش فيه اهتمام بيها العيد المراضي مختلف مش بس هيكون احتفال بذكرى التحرير مش بس هيكون احتفالات غنائية متعودين عليها ولكن المراضي الاحتفالي الحقيقي هي بالإنجازات على أرض الواقع وهو ده فعلا فكرة التوقيت هو ده وقت التطوير وقت الاهتمام بالفعل بأرض الواقع وقت الاهتمام بالأرض وقت الاهتمام بالمواطنين اللي قاعدين هنا في شمال سيناء خليني أقول كل سنة وإحنا طيبين وكل سنة والشعب المصري كله بخير بنسبة عيد تحرير سيناء هيبتدي النهاردة اليوم إن شاء الله بيه وضع إكليل الزهور ده هيكون فيه طبعا عند قبر الجندي المجهول ده هتكون أول خطوة هنعملها النهاردة إن شاء الله وبعدها على طول هتبتدي حركة الافتتاحات حركة الافتتاحات دي بتشمل العديد من القطاعات الحقيقة في شمال سيناء وتحديدا في العريش يمكن خلال الفترة اللي فاتت العريش شهدت يعني فترات صعبة جدا وعانت من ويولات الإرهاب ولكن رجعت تاني وره واحدة الأمن والأمان للعريش بمجهودات الجيش المصري وكمان أهالي العريش اللي ضحوا بكل غالي ونفيس علشان تعود الأرض مرة تانية هيبتدي النهاردة بعد وضع كليل الظهور الافتتاحات المختلفة افتتاحات بداية في قطاع التعليمي هيكون فيه افتتاحات لبعض المدارس الجديدة اللي تم يعني إما إنشاءها جديدا أو حتى تم إعادة تجديد المدارس دي لاستقبال المواطنين ثلاث أو أربع مدارس تقريبا النهاردة في مدينة العريش هيتم افتتاحهم بعد كده كمان هيشمل الافتتاح قطاع الصحي القطاع الصحي هيكون فيه حفل تخريج لممرضين وممرضات وخصوصا اللي هم الخاصين بالتوليد للسيدات هنا في مدينة العريش يمكن من نظرتنا كمان من مبارح للنهاردة لمدينة العريش والتجهيز والاستعداد للاحتفالات الخاصة بعيد تحرير سيناء الحقيقة الدنيا اختلفت تماما الناس في الشوارع حقيقة كمان الشط موجود عليه الناس القرى السياحية بتدت تشتغل الوضع مختلف تماما عشان كده الحقيقة هو العيد عيدين النهاردة تاني يوم على طول ان شاء الله اللي هو بكرة هتستكمل الافتتاحات الخاصة باحتفالات عيد تحرير سيناء وهتشمل طبعا بعض الحاجات الرياضية وبعض الحاجات التنموية وهتكون من النقاط المهمة جدا جدا هي حياة كريمة حياة كريمة بتدت تخش كمان هنا في مدينة العريش وهنقدر نربط ما بين الماراثن الرياضي وأهمية التوعية بأهمية التنمية الحقيقة وعن طريق الماراثن الرياضي ماراثن الجاري بحضور عدد كبير من الوزراء بالفعل بكرة هنا في العريش هيكون فيه توعية بأهمية التنمية وأهمية التنمية فيه جميع القطاعات منها الرياضة زي ما قلنا وفتاح العديد من النوادي الرياضية ومراكز الشباب الرياضية الحقيقة كمان هيتم افتاحهم بكرة كمان فيه جزء خاص وهو قصور الثقافة واهتمام بالثقافة عشان كنا نتكلم فيه جميع المجالات هيكون فيه احتفاليات خاصة في قصر الثقافة مدينة العريش والاحتفاليات دي هتكون عن طريق طبعا احتفالات خاصة بعيد تحرير سيناء رقص فلكلوري خاص برضو بعيد تحرير سيناء وهيكون كمان بمشاركة اهالي العريش من النقاط كمان المهمة جدا خصوة انه هيكون فيه وجود للوزراء المعنيين وهيكون فيه طبعا محافظ شمال سيناء موجود فيه هذه الافتتاحات لكن كمان هيكون فيه مشاركة مجتمعية مشاركة مجتمعية بمعنى انه اهالي العريش والطلاب الجامعات وجمعة العريش الحقيقة جمعة سيناء اللي موجودة في العريش هيكون فيه مشاركة مجتمعية عن طريق النقاش والحوار بين الشباب وبين المسؤولين في محاولة طبعا لعرض الافكار المختلفة ومحاولة تطبيقها على ارض الواقع وطبعا احنا نقدر ناخد من افكار الشباب ونقدر ان احنا نساعدهم من هما يحققوا افكارهم وطموحاتهم هنا في مدينة العريش ولكن كمان هيكون فيه حاجة مميزة الحقيقة فيه طبعا مصابقة الهجن مصابقة الهجن معروفة جدا وهي مصابقة الجمال ومشاركة القبائل العربية والبدوية الحقيقة في سيناء وغير سيناء فيه مصابقة ولكن هيكون فيه احتمال احتفال خاص وكبير الحقيقة هنا في مدينة العريش في واحدة من القرى السياحية على البحر الحقيقة وهيشارك فيه نجوم كبار منهم الشيخ محمود ياسين التهامي والكينج محمد مونير هيكونوا مشاركين هنا في مدينة العريش عشان كده الاحتفالية مختلفة ومتنوعة إما بالافتتاحات الخاصة أو حتى بالاحتفاليات العادية بعيد تحرير سيناء وكل سنة والشعب المصري كله بخير والآن برأي لكم مرة دين بنشكرك كريم بيبرس من العريش على هذه التغطية والأجواء اللي انت نقلتنا فيها لكن لسه بنتكلم مع سيادة اللواء محمد يعني بنكلم مع حياتك يا سيادة اللواء يمكن ما بين 67 ل82 تاريخ رفع العلم المصري خفاق على أرض سيناء أعتقد ملحمة وتاريخ كبير من البطولات والإنجازات اللي يعني خضتها القوات المسلحة سواء كانت إنجازات عسكرية أو إنجازات دبلوماسية يعني حتى تم تحرير الأرض كانت بمثابة يعني ملحمة بتسطر معركة الحرب والسلام إيه أهم المحطات فيها هو أشوف اللي أنا أقول لك إيه إن الدولة اللي ما اشتغلت عشان تحرر سيناء حتى التصور معين التصور ده على إمكانيات تملكها وحجم عدائيات أسر صحيح واللي احنا بنسميه بقى في المصالح الجيل الرئيس بيستخدمه دايما مصالح قوة دولة الشاملة فأنت على قوة دولة الشاملة اللي هي قدراتك التامية اللي أنت تملكهم سواء الموقع والقدرة العسكرية والقدرة الإقصادية أساسة الخارجية أساسة الداخلية الأجابة الداخلية والإعلام تكنيجي المعلومات والروحة معنوية على أساس دول ما تملكه منه بتشوف العدر الصادوة عنده إيه صحيح تقدر تحط التخطيب بتاعي فهنا التخطيب ده إذا كان مناسب لللي اتعمل تقدر تحقق بالنجاح للتعيش لو مش مناسب مش هتحقق حاليا فأنا اتحطت خطة على أننا بالعمل العسكري على قدر قدراتي حقق جزء من الأرض بالحرب أجبر العدو على التراجع ويخش في المفاوضات أخلص منها بيتي بيتي أعتقد بدايات كان الهدف أننا يبقى عندنا إعادة بنا أبونا جيش اللي كان معنوياته في الأرض الأعداد ده كلمة في الإعداد الإعداد ده قصة كبيرة لوحدها من ما فيش أنك انت تقدر تقف في جيش هو دي احنا عاوزين الكلمة يا فنن من الأول على الإرادة المصرية من العدم بإعادة تهيئة مرة أخرى حتى تحقق خرمنا مثلا 60 زعلانين وحزانة ومقصوم نفسنا حاولك مختصر أستنزف على طهول بشكل مختلف أقولك مختصر جدا أنت هزمت في 67 في حرب لم تحربي فيها طب صحيح لأن أنت لما تشوف التاريخ في 67 ما تلاقيش معاركة تمت فيها هو اختراقات من الجانب الإسرائيلي مدعم بتعمية إلكترونية وكانت أول مرة تحصل في العالم نعم بسفينة اسمها لبيرتي أمريكية كانت عمّت سينة تماما أي عمّ التعمية يعني إيه؟ يعني رادار تشوف ولا لسلكي تسمع وطع تكلم لجنبك دي تسمى التعمية الإلكترونية اللي تمت في المنطقة فبالتال حصلت اللخبطة 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 في الجيش المصري ودخل الإسرائيليين ووصلوا القرنسو ستة أيام ولا ستة أيام واحتلوا سينة هنا فركشت الجيش المصري هنا كان الجيش المصري نصين نص في اليمن ونص هنا لخبطة كده فأنت عايز ترجع وتبدأ تعمل دفاعات جديدة على قرنسو سينما عندهاش دفاعات لأن دي اسمه التنطقة الرابع في التكتيك عبديني يعني لأبقاش عليه تجهزة فأنت النهاردة عايز توقف ناس لجعة وتتعيد صلابة العزيمة عنده تاني إنه يقدر يقاتل ويقاتل في العراء ما عندهوش حاجة يستند عليها وبدأ من هنا بقى المعنويات تبدأ ودخل بين الأزهر والكنيسة والدولة تبدأ ترفع معنوات الناس بتلم بتلمي الناس عشان ترجع وقعدت معنويات للشعب نفسه اللي كان محبور الأول خليفة في أداة التنفيذ اللي هو القوات المسلحة وبدأت تجيب ناس تقدر تقوّف هذا الموضوع ووقفت خروج الاستدعى الاحتياط عشان تحافظ على اللي موجود وبدأت تدعيد تسليح الناس تاني وبدأت تتفكر التشكيلات القادمة بتاعتك هل تتناسب مع الحرب الحديثة ولا تغير في التشكيل يعني مثلا اللوى ده اللوى وحدة قتال اللوى اللوى ده بتكونات والمشاوم والمضلعات المدفعية قادر عن يقاتل ولا محتاج تعديل محتاج تعديل وده نعدل في التنظيم نفسه وده تنهي تبدأ القوات المسلحة يبدأ شكلها يختلف طب مع وجود الانتصارات الصغيرة اللي حصلت مع حرب الانتنظاف لازم هتعمل تغير القداية فالرح تنتمغير بدأ القيادة المنطقة الشرقية اللي كانت مسؤولة عن الجابة الشرقية كلها الى قيادة الجيش التاني وقد جيش التالت طيب أنا هعمل الكلام بكله وساب العدو يشتغل قدام الفاضي لا عملت فيه ثلاث عمليات رفعوا معلوط الجيش المصري او رفعوا معلوط المصري من أول العرب عموما للسماء اول واحدة ضرب القوات الجوية اللي هما كانت اعتقدوا القوات الجوية ماتت للشونات والتجمعات اسرائيلية على طلال الاوسط في شهر يوليو كانت لها صدى كبير جدا وبعدين رح تتعامل موضوع لما حب يحتلوا برفؤات لانها برفؤات يعني ان الطاقة الوحيدة في سين كانت معنا طبعا يعني ما حدلتش فكانت عاوز تطلع لها من رأس العيش فكانت معاوز تطلع لها بالصعقة اللي دمرت سليل دبابات بافراد لانه كان طريق دا او كبان زى كده فرافعت معناوات المقاتل المصري لقد ده نقدر اعمل منها رفعت تان وبعدين في شهر عشرة عملت ضرب المدمرة الى اللي كان لها الصد الكبير من هنا الجيش بدأ الناس دي بدأ تحس انها ده انا عملت اعمال بطولية لدرجة ان العدو ده ينتقم مني فمش عارف انتقم مني كجيش انتقم من السويس في الزيتية وحرق معامل التكريل وعلى الكلام ده كله يعني اختلف معاك في الموضوع المهم انت قدرت توقف القوات المسلحة عرجلها بدأت الجيش ينتظم بدأت اشكلته تتشتغل بدأت تدخوش في التدريب الشاق اللي تقدر تجهز به خطة العبور تطفع كلقتين الناس خدت من ببادئ التدريب مبدئين اتنين التدريب على كل ما هو دور الحرب والتدريب على مصرح العاملات المشابه فانت عملت نقطة خوية بتا خط برليف دي نقلت لها مكتات على النيل والجيب السري او الواحدة اللي حتحارب النقطة دي تروح هي اللي تتضرب عليها هناك حتى لو كان فيها طوبة محطوطة حطت الطوبة عشان انا عيني يتأخذ على المكان ده وازاي نفذ الكلام ووزء منه كان على تلع تسمع لي اللي انا عريضة اينا شوية ده تدريب العبور بدأت تتتعلم الناس ازاي تحتعبر انتنا عايز هتعايز تنزل مية وعايز تأديف وعايز تطلع سطر ترابي حد تغرس فيه بكل كل كلام ده فبدأت تعمل كلام ده كل واخترعت الحاجات اللي تساعدك على العمل زي مثلا السلالم الحبال ده اساسية زي مثلا يمكن كانت حاجات كلها مش ده نحول لك جي عوي بس أهلت بصورة الجيش الذي لا يقهر اه فكرة بسيطة عشان تبريك دماغ المصري شغالت زي انت هتعدي وحتشيل مئتين كيلو اكل واحتياجات لك في خلال يومين لانا مش ضمن العبور بعد العبور هعمل يعني طب حتشيل كلام ده ازاي هتجب مخلة تشيلهم ولا هجرجرهم وتماشي فلو انت بصيت على الافلام العبور القديمة هتجب في جاكت بني وده مش من لبس الجيش المصري لابسه للجعسكال او لابسه المقاتل الجاكت ده تصمم على انه يشيل المئتين كيلو في جيوب محسوبة ومرسومة على قد اللعبوة اللي انت شالها بحيس انها تديك توازن في الامام والخلف تبقاش متني واتقاش مع طرمها لما تطلع الساعة وتمشي به واكد انك مش شال حاجة يبقى انت شاله في لك بس السلاح اللي انت عتقاتل بني فده الجاكت ده انا بعتبره نموذج للفكر المصري مع التعتيم بقى اللي حصل ان احنا صممنا واشترينا قماش ولبسنا للناس مغير محد يحس بينا وتحركنا كل ده لا ده موضوع الخداع اللي سريش ده خصة تانية كمان فيها حاجات حلوة كتيرة جدا المهم اللي هم كان في التخطيط 30 كيلو الاولانيين هتبدأ تستعين بمين اللي اتضرر اللي واقع عليهم اتضرر 8 سنين طبع اوروبا اللي كانوا وقع عليها اتضرر 8 سنين لان كت كل تجارتها من دراس إسرائيل الصالح 3 اضعاف او 4 اضعاف التمن فهنا لما قلت الرئيس السيدات لما اعلن قال انا احرر جزء من الارض وحفتح قلونة السويس اللي تلاحل عالمي يبقى انت كده كل الدعم الاسرائيل السياسي انشقت نيه امريكا هتفضل معهم اه لانا نتأصلش بغانسس قوي لكن اوروبا هتنشق عنه ومن هنا بدأت اوروبا تيجي معك سياسيا ومن هنا بدأت انت ما تخش في اي موضوع سياسي هتلاقي في دعم السياسي كبير بالنسبة لها وده الفكر ازاي انا فتت كتلة العد الوصار ازاي فتتها ومن هنا كان النجاح في الموضوع واجبر اللي ما كانش عايز يعود معاها يعود لان سينجر كان قال ان موضوع الشرح اوسط ده مش وقته القضية الاسرائيل مع العرض دي مش وقتها ومش عارف لغاية ما حصلت الحرب والخداع الاستراتيجي التان وحصلت الحرب وفوقه بيها هم اللي جوم لعندها يعني في اخر مرحلة عشان نعمل فصل هو دائما بيتال دائما الحرب الخداع العسكري والخداع الاستراتيجي هو دا اللي حصل خداع الاستراتيجي دا انا بعتبره نص النص معه احنا عاوزين نعف عن دي يعني احنا حكينا النص وباقي النص في الآخر اللي بيتمثل فيه الخداع الاستراتيجي لانه زيما دائما زيما بيتال كده الحرب خدعة صح اشتركوا في القناة